القطر طبعا سلمت جميع مفاتيح القرار المستقل السيادة التي تتحدث عنها إلى مجموعة من من يقيمون في قطر كالأخوان المسلمين وعزمي بشارة وخالد مشعل وغيرهم طبعا من العناصر المتهمة بالأرهاب وأيضا هي تتعاون مع داعش تتعاون مع حزب الله تتعاون مع الحوثيين وبطبيعة الحال إيران هي اللاعب الكبير في كل العلاقات القطرية المتوترة مع جرانها وأشقها لطبعا إيران مصلحة كبيرة جدا أن تكون هناك فوضى في منطقة الخليج أطماعها كثيرة هي تحرك المذهبية وهي تحرك الجوانب التي تساعد في خلخلة هذا التماسك بين دول الخليج ولذلك نراها تستفيد من وجود دولة صغيرة كقطر في التأثير على القرار القطري وفي خلق هذه الأجواء المتوترة الدائمة بينها وبين دول مجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر